المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي هكذا عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وبايعناه هو الذي أمرنا بهذا هذا علي يفهمكم بعدي فكيف يتحقق هذا التفهيم إلا عبر المنطق العلوي ماذا يقول سيد الأوصية إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذه الطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الخطبة السابعة والأربعون بعد المئة أقرأ مما جاء في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة سيد الأوصية هكذا يؤسس لنا أسس البحث العلمي وأسس البحث عن الحقيقة وأسس الوصول إلى الهداية إذا كنا نبحث عنها فماذا يقول لنا سيد الأوصية وأعلموا وأعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد لن للنفي التأبيدي مستحيل مستحيل أن تعرفوا الرشد حتى تحققوا مقدمات ذلك واعلموا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه وما قال أمير المؤمنين حتى تعلموا الذي تركه قال حتى تعرفوه حتى تعرفوه بشخصه وتأريخه وكل تفاصيله وماذا قال وماذا فعل وما هي أحواله وماذا كان مآله إذا كانت صفحته قد انطوت وإذا لم تكن صفحته قد انطوت لا زال حيا بيننا فماذا يفعل وكيف يضحك علينا وكيف يستحمرنا وكيف يصنع الغباء في واقعنا من هم هؤلاء الذين يفعلون ما يفعلون في واقع ديننا إنهم علماء الدين إنهم مراجع الدين هؤلاء هم الذين يفعلون ما يفعلون ويوظفون الساسة والإعلام وقطعان الحمير إنها قطعان كثيرة تطوف حوله واعلموا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك ولن تأخذوا ولن مستحيل مستحيل ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه كيف نقضوا الكتاب نقضوا بيعة الغدير لأن مواثيق بيعة الغدير مما جاء فيها يرتبط بتفسير الكتاب بيعة الغدير شخصت لنا منهج التفسير بيعة الغدير شخصت لنا منهج استنباط العقائد والأحكام واعلموا 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 أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرف الذي ترك ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقض ولن تمسكوا به مستحيل أن تعدوا أنفسكم من المتمسكين بكتاب الله وعطرته ما لم تحقق هذه المقدمات ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذه رماه بعيدا عنه فالتمس ذلك من عند أهله إنهم محمد وأهل محمد فإنهم عيش العلم وموت الجهل هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق لن تعرف الرشد لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك من هنا بدايتنا وفي هذا الفناء في فناء المنطق العلوي عاقبتنا فنحن من علي وإلى علي ونحن بعلي بعلي ونطوف حول علي هذا إذا وفقنا علي لذلك هذا المنطق هو الذي تبتنى عليه الثقافة الزهرائية فإذا ما أردنا أن نقرأ هذا المضمون الذي عنوانه زيارة الأربعين علينا أن نقرأ وفقا لهذا المنطق إذا إذا كانت قراءتنا زهرائية زهرائية كما ندعي هناك الكثير من الأمور التي يجب علي أن أثيرها لكن المطالب مزدحمة سأتناولها سأتناولها ولذا فإنني أطالبكم أن تصبروا علي أن تصبروا علي هذا الموضوع ما هو للترف الفكري وهذا الموضوع الذي أضعه بين أيديكم لن تجدوه في المكتبة الشيعية ولن تشاهدوه في الفضائيات الشيعية إنني أحدثكم عن أمر عقائدي يرتبط بزماننا زيارة الأربعين في زماننا واجهة من واجهات الحاضنة الحسينية المهدوية التي فعلت الشيعة ما هي التي فعلت هذه الواجهة إنه إمام زماننا البعيدون عن هذه الحقائق قد يرفضون كلامي ولكن الذين يعايشون هذه الحقائق يجدون أن الذي أتحدث عنه هو هو بنفسه وبعينه يجري ويتحرك على أرض واقعنا الشيعي ولذا فإن حديثي مع هؤلاء مع هؤلاء الذين يدركون أن الأمر خطير أن الأمر خطير وأن الوقت عزيز وأن الوقت عزيز وأن الزمان يركض ويركض وعلينا أن نقوم بوظائفنا علينا أن نفي بعهود الإمامة لإمام زماننا كل واحد من بحسبه رجالا ونساء كبارا وصغارا وهذا الذي يقدم لكم ما هو إلا جزء من كل لابد أن نتعاون عليه جميعا كل واحد من يقوم بما عليه كي نحقق ما يمكننا أن نقول عنه من أنه تمهيد يناسب هذه المرحلة الزمانية التي نعيشها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر